وطبعا زي ما قلتلكوا ان الساعة كانت الساعة ايه اتناشر لا جات المرأة السامرية طبعا اول رحلها مخصوص فهي جاية تملو ميا خلي بالكوا ان البنات والستات لما كانوا يروحوا يملو ميا كانوا ياما يروحوا الصبح بدري قبل الشمس ما تطلع ياما يروحوا في الغروب بعد الشمس ما تغرب لكن محدش كان يروح الساعة اتناشر ابدا دي اول نقطة طب ليه رحت هي الساعة اتناشر هي حاسة ان هي منبوزة محتاكرة بتتعب جدا من نظرات الناس لها فبتدور على وقت ما يكونش في حد في الماية او في البير عشان بتتعب من كلام الناس ونظرات الناس امرأة تزوجت بخمس ازواج والذي معها ليست زوجها فطبعا قالت انا اروح في الوقت دا الحاجة التانية ان لما كانوا يروحوا كانوا يروحوا مجموعات مفيش واحدة تروح لوحدها يطلعوا خمسة ستة سبعة كده مع بعض ويرجعوا مع بعض كل دا يشير ان الستة دي كانت يعني محتاكرة وايضا كانت يعني دا حاجة بسبب لها تعب نفسي لان الخطيئة امرأة ما تعطي راحة ولا سعادة وكانت محتاجة الحب ومحتاجة الحنان وده اللي لقيته في السيد المسيح فاول كلمة قال لها ايه اعطيني الاشرب دا اول دخل دخل بها السيد المسيح اعطيني الاشرب دايما السيد المسيح يظهر بصورة المحتاج خلي بالكم دايما ربنا يظهر لنا محتاج لنا ما ان احنا المحتاج له يقول لك مثلا في امثال تلاتة وعشرين يا ابني اعطيني قلبك يعني طب هو يعني قلبي دا اللي هو كله خطايا وكله نجاسات هتعمل بايه يقول لك اعتهره عندما ادخل قلبك السيارة هيكل فاعتيني قلبك انت المحتاج يا رب انا المحتاج يقول لك مثلا اعتيني وقت يعني دا انت بتدي وقت لكل الناس لكن مش عاوز تديني وقت انا تقعد معايا كده الوحدي الوحدك زي ما بتقول عزراء النشيد اخبرني يا من انت حبه نفسي اين ترعى اين تربط عند الزهير انا عايز اقعد معاك يعني رباني يقول لك انا عايز اقعد معاك اسمعيني صوتك لان الصوت الجميل فيقول لك اعتيني الاشور مثلا طب يا رب هو انت محتاج للاشور انت اللي بتدينا كل شيء قال لك لما تديني الاشور ابركلك في التسعة الفردين يعني ربنا دايما يظهر بالصيغة المحتاج في حاجات كتير قوي اعتيني الاشرة انا محتاج انا عايز اشرب الست دي كانت صعبة شوية يعني ما بقولك هي كانت نفسي تتعبانة محطمة كيف تطلب مني لتشرب يعني بتقوله ازاي انت بتكلمني كيف هو انت يهودي تطلب مني لتشرب وانا امرأة سامرية اولا انتو اليهود بتكرهونا وكمان اليهود يكره ان السيدات او النساء فانت حكتين يهودي وراجل فازاي بتكلمني ربنا سايب هتتكلم زي ما عايزة لان اليهود لا يخالطونا السامريين راح يسوع بمنتهى كده الحب وقال له ايه لو كنت تعلمين عطية الله لو عرفتي مين الي بيتكلم معاك لو عرفتي ان انا الي خلقك وانا الي بحبك وراحتك في معايا انا بس لن تجد راحة انت جوزتي واحد واثنين وثلاثة واربعة استرايحتي قالت له لا انا مرتحتش قال لا عشان كده لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني الاشرب صدقني ربنا ساعات يقول ايه لو كنت يعني تعرفني صح حتسيب الدنيا دي كلها وتمشي ورايا مشكلتنا ان احنا لحد الوقت كمسيحيين لسه ما نعرفش ربنا ولسه ما نعرفش من هو المسيح صدقوني حتى الناس اللي بتروح الكنايس وبتصلي ما تعرفش ربنا لو قلت له انت تعرف ربنا يقول لك اه انا عارف ان هو تصالب ومات وخلاص لا هل لك علاقة معاه شخصيا هل تقابلت معاه فهنا بيقول لها لو كنت عارفة انا مين هي معاه انا كده ده كنت انت طلبت مني انا اديك الماء اللي عندي ف لو كنت تعلمين عطية الله دي بتاخد وعزة لوحدها لكنت طلبتي منه فاعطاقي ماء الحياة قالت له يا سيد اعطيني الاشرب اذا كان انت عندك مية احسن من المية دي خلاص اديني المية دي وانا مجيش هنا املى مية انا انا تعبت ترجمة نانسي قنقر